موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي حيثما كنتم وأينما وجدتم سعيدة أن يتجدد لقاء معكم في الرشفات في موسم جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق وفي هذه الرشفات حتى نتقاسم كل خير كل علم كل حب وكل أمل إن شاء الله رشفتنا تتعدد وتتنوع ولكن هي فقط رسائل إلى قلوبنا ورسائل أيضا إلى عقولنا حتى نبهج جهاته النفس حتى نساعدها حتى نحظى بنفس مطمئنة ونفس متزنة رشفة اليوم هي رشفة خاصة ومميزة ارتأيت أن أبدأ بها موسم الرشفات الجديد رشفة تتكلم عن قيمة رائعة جدا قبل أن نتحدث وندخل في موضوعنا لنهار اليوم قد يتساءل سائل منكم ويسأل الأستاذ فاطمة وهذا تقبل فناجيل أو هذا الفنجان ربما هو قديم ربما لا يواكب موضة الأواني ربما جميل جدا أستاذ البعض يقول جميل جدا أستاذ أن نغير أن نجدد أنا معكم في هذا فجميل جدا التغيير التجديد كسر الروتين ولكن هناك أمر آخر وقيمة أخرى هي الوفاء قبل الوفاء أتكلم عن الأصالة جميل جدا أن نحتفظ بكل ما هو قديم وكل ما هو أصيل وهذا ربما وفاء من لذلك الشيء فهذا التقم وهذا الفنجان رفقنا في عدة محطات من محطات الرشفات كيف أوساذ الوفاء؟ نعم الوفاء قد يقول البعض ولكن الوفاء للأشخاص حتى للأشياء ربما لو أسألكم وأسأل أختي ربما في بيتها الآن هل في خزانتك تحتفظين بربما قطعة من الملابس خاصة ربما قمت بتصديق صدقتي ملابس ومديتي وربما وما اهترأ منها ولكن دائما تحتفظين بشيء معين في خزانة الأواني أيضا في البيت ربما أخي أيضا أنت في بيتك ربما في دولاب الخردة هناك شيء نحتفظ به في أوراقنا في هاتفنا هذا قد ربما بعض الملفات أو في الهاتف أو في الحاسوب نمحيها ونتخلص منها لكن بعض الصور نحتفظ بها بعض الملفات نحتفظ بها ربما لماذا؟ لأنها تمثل بالنسبة لنا شيئا لها معنى على نفسيتي معنى في نفسيتي هذا المعنى ربما هي ذكرى لشخص ونحن ربما في لغة علم النفس نسميها الرابط جميل جدا في الحياة أن تكون لنا روابط والأجمل أن تكون روابطا إيجابية في الحياة هناك روابط سلبية ربما لما نشوف هذا الشيء نتفكر فلان ونقول يا لطيف وأتفكر كل تلك الألام وذلك المشكل وذلك الموقف لكن أحيانا نرى أشياء أرى هذا الفنجان أرى هذه الكتاب إلى غير ذلك في بيتي وأنا وضب لوازمي سبحان الله وأنا أفتح درج السيارة نلقى حاجة أقول سبحان الله تفكرني في شخص شخص معين له مكانة خاصة عندي فمن باب الوفاء أحيانا نحتفظ ببعض الأشياء لناس غاليين علينا لناس أعزاء ربما هذا الناس سافروا ربما هذا الناس فقدناهم قيمة الوفاء قيمة رائعة جدا ربما أنا دخلت إلى هذا الباب باب الوفاء دخلت عفوا إلى الوفاء من هذا الباب لأننا لما نتكلم عن الوفاء وعن هذه القيمة لنما نتكلم الوفاء ربما حتى في ديننا سبحان الله ولأهل الشريعة ما يقولون في هذا الوفاء لما نتصفح ونتدبر في قرآننا الكريم نجد الوفاء في محطات عدة في آيات عدة الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الوفاء في سيرة الحبيب محمد في المدرسة المحمدية وأن دائما أقول ربما كنفسانية ولكن دائما من المدرسة المحمدية حبيب محمد عليه الصلاة والسلام إن قلت الوفاء قلت محمدا عليه الصلاة والسلام في مواقفه العديدة مع أصحابه مع الأنصار مع المهاجرين مع زوجاتها مع السيدة خديجة وكلنا نعرف تلك القصة لما السيدة عائشة من غيرتها قالت لقد أبدلك الله خيرا منها وتقصد السيدة خديجة قالك لا والله وبدأ يذكر محاسن السيدة خديجة وكيف سندته وكيف وقفت معه في أيام عسيرة فعلا كان وفيا للسيدة خديجة حتى بعد وفاتها وفيا لصحباتها سبحان الله حبيبنا محمد علمنا الوفاء في محطات عدة فلماذا الآن قيمة الوفاء في هذا الزمن أصبحت ربما أقول تندثر شيئا فشيئا ربما لما نقول عن الوفاء البعض يسمعني يقول يحصره كانت زمان الوفاء ربما الآن أصبح عملة نادرة في هذا الزمن عملة نادرة لماذا لأنه بكل بساطة النفوس قست قست القلوب قست النفوس أصبحت النفوس صلبة هذه النفوس في غالب الأحيان تقول نفسي نفسي أنا أنا تقول كنا نكون وفيا ولكن البعض لا يفي الوفاء ربما لنا من الرشف في الرشفات اللاحقة قد نتكلم كثيرا عن وفاء اليوم سنتكلم عن رشفة واحدة فقط عن الوفاء سأقول لكم أحبة أن هذه القيمة عظيمة جدا هي من شيم النبلاء هي قيمة أخلاقية اجتماعية لها عوائد نفسية على نفسي وعلى الآخرين كم جميل جدا أن نحفظ العهد وأن نصونا أن نبقى أوفياء لأصدقائنا لأحبتنا أن نبقى أوفياء كما نقول نحن بلغة العمية الجزيرية عن العشرة أن نصونا تلك العشرة وفاءا أن ننصونا للزوج للزوجة لأولادنا وفاء الأبناء لأبائهم الوفاء قيمة عظيمة قيمة راقية جدا فأحبتي لننفذ الغبار عن هذه القيمة ونجدد العهد معها لنحيي هذا الوفاء ربما بأمور بسيطة بأشياء نحتفظ بها في حياتنا حبا ووفاء لأشخاص ربما الوفاء هذا يجعلني دائما أذكر ذلك الصديق أو ذلك الشخص أتصل به أزوره أطبطب على أهله وعلى أحبته إن كان هذا الشخص غادرنا فأبقى وفيا لما كان يحب أحبتي عن الوفاء كلام كثير وكثير ورائع جدا طعمه حلو وانعكاساته على نفسيتنا رائع جدا عن الوفاء أحبتي إلى ملتقى يجمعنا في لقاء آخر مع الرشفات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر